التشخيص بقى لما انا يجيني ألم في ظهري وانا عايز اعرف بقى عندي غدروف ولا ما عنديش التشخيص ما راح له ايه؟ وهل لازم يخش فيه رانين وحاجات مكلفة ولا فيه طرق ابسط يعني؟ كتير قوي عيان يجي يقولي انا جالي الغدروف هو كلمة غلط يعني مفحش بقى يقول انا جالي راس انا جالي عين جالي غدروف ما انا عندي غدريش ايه اللي حصل في الغدروف؟ اخطر حاجة بتحصل انزلاق الغدروف عشان نشبههم الغدروف ده عمل زي انبوة معجون سنان ومفهوض الانبوة بتبقى مش مكسوب مش فهاش اعطى والمعجون اللي فيها طاري اول بقى ما تطقتها مع معجون يخرج هو ده انزلاق الغدروف يعني الغدروف انزلق خارج الكابسولة بتاعك هو بقى ده اللي يعمل وجع اولا خلاص الحارجة في الغدروف ما بقتش طبعية الغدروف لو ما يطلع لو داس على العصب يعمل الوجع اللي نازل في الرجل اللي احنا بنسميه عرق النسا وبنسميه عرق النسا غلط عشان هو ملوش مش في الستات هو مفهوض عرق النسا وليه اسمه عرق النسا هم جملة ما عملوا التشريح وحطوا اسامي للأعصاب قال لك خلي ده الكبير ده خليه في الآخر ونس يرجعوله فسموه النسا عشان نسيوه عشان يتنسا معقولة هو ده السبب يعني نسا في التوصيف يعني عرق النسا فاللي يقول عندي انزلاغ غدروفي زي بالظبط اللي يقول عندي عرق النسا هي نفس المعنى انه بوجع في الظهر وفي الرجل لو الواحد ما عندوش وجع في رجله ما يبقاش حاجة ضغط على العصاب يعني السؤال المهم اللي بنسأله العيان دايما في وجع في ظهرك ولا ما فيش في وجع في رجله رجلك كل ما فيش هو دوت اللي بي وجع ظهره اظنه وجع ظهره ليه اسباب كتير لو كان واجع الرجل والتنميلة الرجل هي انزلاغ الظهر لازم تي ضغط على العصاب لازم ضغط على العصاب طب أغلب ألم الظهر لازم يكون معها انزلاغ غدروفي ولا ممكن تيجي بدون انزلاغ 90% من ألم الظهر ملهاش معنا يعني ما تحسبش هتجير شوية ألم وهيروح إجهاد تقلص عضلات فيعني هيروح حكاية بقى اللي نسمعه انها ترقد ذا كان زمان اه ونام على خشب انام على خشب دا دا الواحد لو نم على خشب هيتعب طبا طبا دي مش موجود دا بقى خلاص دلوقت ولا ان الواحد يرقد حد يقول له نم لك اسبعين ازاي وشغله وحكته ولا نقول له نم على الأرض لان دي بتتعب ولازم الواحد يبقى سريع في التشخيص يعني انا لم اذا ما يخشي العيان على طول فخمس دا اعرف هو عنده ايه يعني حتى من غير اشعات من غير ما اكلفه وخلاص ادي له العلاج وتسعين في المية يخفه جالي ما جاليش راح لأي حد راح لأجزاخان يعني مش روتين ان انا اروح اعمل اشعة اه مش روتين طبا ورمين لا ولازم الواحد يبقى متدرج في طلب الحاجة وحكاية الكل للكل يعني كل الناس اللي يقول لها كلها يتعمل الحاجات دي مش مظبوطة مش مظبوطة دلوقتي حتى في الدول الغنية ان كل حاجة لها تمنها مش مفروض ان احنا نصرف في الحاجات دي